المنشآت أو ما يسميه الفنان التركي محمد علي يوصل نوع جديد من الفنون المعاصرة حيث يمكننا أن نشاهد قطعا فنية غريبة توحي لنا بلحم النيء أو قطعة ثياب أو أشخاص حقيقيين يعيشون خلف الحائط ويحاولون الخروج من خلال اللوحة المعلقة عليه ماذا يريد أن يفهمنا هذا الفنان وهل هناك من رسالة ما يحاول أن يؤصلها من خلال أعماله الفنية محمد ما يمكنك أن تخبرني أو مالي تحبين مالي هذا هو لذلك نسميه مالي ماذا يمكنك أن تخبرني عن هذه المنشآت إستقلات إذا أجب أن أتخبرني هذه المنشآت كانت تحبين بشكل حيث وخلال هذه المنشآت تحبين مالي تحبين مالي تحبين مالي تحبين مالي لا أعرف إذا كانت هناك لكني كانت أصدقاء أما بنسبة إلى هذه اللوحات فقد أخبرنا مالي إن هناك مدد رسمان فقل مالك إنه هناك شخص وإذا كان مساء يتطلق من مالي الكثيران من فشيء ولكن مالذي قبط ما تبقى عن ما خلاق داخل لذلك لعنشآت تحبين كما تعرض لذلك كما تبقى اللوحات وقا ما خلق هذا؟ هذا يمكنك أن تكون في حياتي مرحباً مرحباً يمكنك أن يكون أكثر مرحباً لكن هناك بعض الأحيانات الأحيانات المهمة 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 مرحباً أحبباً لكي أفعل شيئاً أن تقول أن هذا مرحباً لكن هذا مرحباً حسننا نفسنا مظ vida فعلاً مرحباً لا نفسنا مبد Linda انتrodها على صغير التواصل بشيائي تشعر تشعر اكتباء هنا توجه هنا تحديد هناك كما يدرز اكتباء وعرافة والمن يكون من هذا المرأة فعليه للأنه لديه يتفين مجمع موسيologie لكن يمكن أن تقول شيئا إيجابي هنا ويذنبع مصرحة لكنه يتم بك أعطيك 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 لا ترغبية نهاية ما لأطلق العنان لمخيلتنا لنفكر ونستوحي ما نريد يبقى علينا أن نزور المعرض في وسط المدينة